بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد سائل يسأل ويقول أنا مريض سكر فأحتاج إلى حقن الأنسلين في نهار رمضان فهل هذا يعد من مفطلاتي أو مفطلات الصوم وهل يؤثر على صومي أم لا نقول وبالله التوفيق إن ما يحتاجه مريض سكر شفاه الله وعفاه ونسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين جميعا فما يتعاطاه من حقن الأنسلين وما ينبغي أن يكون له من علاج أو جرعة علاج ما عليه الفتوى أن هذا لا يبطل الصوم وصيامه صحيح ولا بأس أن يكمل وهذا من باب أنه يتحمل في صيامه لله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى إذا طلع على الإنسان ورأى منه مجاهدة في عبادته وأنه يرغب في صومه وإتمام صومه ومع رخصة قد تكون له فإن الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه يضاعف الأجر لهذا الإنسان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أجمعين هذا والله أعلم وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله